بداية الأشغال في مسجد الإمام الغزالي سنة 1975 بني على مساحة 470 متر مربع يعني في ذلك الزمان تاع 75 بني بمواد ليست بالصحة بمكان وبعد أخذ رأي المراقبة التقنية الـ CTC يعني توصل إلى أمر نهائي أنه لابد من تهديم المسجد والأشغال رأي جارية على قدم وساق يعني الآن رأينا كأولوية رأينا نسعيه باش نغطيه المسجد بالقبة وفيه مساحة 650 متر مربع الله يبارك يعني ما زالت أشغال كثيرة لأنه الطابق الأرضي هذا فيه تحت الأرضي فيه ميضاء وفيه قاعة محاضرات وفيه مصلة للنساء يعني ما زالت أشغال لما تنطلق فيه بعد يعني أشغال كبيرة لا زالت تنتظرنا فنهيب بالمحسنين الخيرين الذين لم يبخلوا علينا يوما عاهدناهم ألا يبخلوا وإن شاء الله ألا يبخلوا هذه المرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر